هذا وأعلنت الرئاسة المصرية ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيس اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة التصعيد العسكري في قطاع غزة وقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه صدر عن الاجتماع عدة قرارات تتعلق بمواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين مع تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية والإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة